بس فيبر اوبتيكس جد عنا الواجل ده في حتة تانية خرفيا فركب الشريحة دي في دماغ خنزير ومفروض ان هو خد دلوقتي الابروفل لان هو يتركف دماغ البشر وهو مفروض ان استخدماته الطبية طبعا احنا كل حاجة المفروض المفروض لان احنا ما نعرفش وهيان بها اي استخدماته الطبية بتاعتها ان هو هيعالج قصر النظر بعض النظر ضعف النظر العمل مؤقت العمل دائم فرودان الزاكرة الزهايمر كل الكلام ده هنقدر نعمله احنا في جيم تيك متخوفين منها في اين متخوفين ان انت طالما انت متصل على الانترنت يبقى انت اي حد يخدشي هاكد يعني خلط انت ممكن اي حد يخدشي هاكد تمام هيبقى فيه سيكوريتي ليفل وهيبقى فيه كل حاجة كل حاجة احنا قلنا ان هي هاكد حصل لها هاكد فمهما كانت السيكوريتي ليفل انت كونيكتد تو زا انترنت سو يو كان بي هاكد تمام طب لو انا بقى دلوقتي قادر ان انا احتفظ بذكرياتي ممكن انا عاد مخنوق اشيل كل الحاجات اللي ليه علاقة بانها تدايقني على جنب كل الكلام ده يقلقنا احنا هنبقى انسان عادي والعلم ان اولم ماسك قالك ان الشايحة في الاول هتبقى تمنها زي تمن الايفون يعني مش اكسبنسف خالص بالنسبة لهم يعني طبعا ما يعفوش فاية العملة اللي عندنا بس يعني متخيل ان ده هيبقى الوضع كتب لنا في الكومنتات انت معاه او ضده وايه اللي انت شايفه الميزة وايه اللي شايفه عيب سلام عليكم شكرا